اشتركوا في القناة او ممكن طول حد بيختفى تفضل تدور طول عمرك ومتعرفش ابنك ولا بنتك رعت فين بس لما تدور على السبب هتعرف ابنك وبنتك بيروحوا فين اسمع كده اللي حصل وخلي بالك ونصيحة اخ محدش يجرب اللي بيحصل ده يلا بينا ونسمي الله وتعالى نشوف البنت رحت فين يلا بينا في شابة عندها 20 سنة ابوها الله ارحمه عاشها هي امها بس بس المشكلة بقى ان الشابة دي ما بتحبش تسمع كلام امها هي اصلا متسمعش كلام اي حد خلاص غير كلام دماغها وبس تحب تلبس دايق ستريتشات بقى وبضيهات تحط المكياج وتلبس الحمالة في البيت وتلبس كمال حاجات شفة جدا في البيت ومش فرق معاها اي حد المشكلة الاكتر ان امها كل ما تقولها يا بنتي احنا مش لوحدنا في الدنيا تقولها بطلة تخريف وتشتم تقول انت لسه بتأمني ده في حاجة اسمها جن وعفريت بقى وكده وتوم تشتم ياولاد الكزا ياولاد كزا تفضل تشتم بالام والاب وتفضل تشتم فيه بلاش تشتم في غيرك هيسمع الشتيمة زي ما انت ما تحبش حد اشتمك بلاش تشتمهم ده اللي بيحصل مع البنت حتى رما تخد عشان تاخد الشهر بتاعها ما تخدشش كده لازم تأخر موبايل وتشغل اغاني في الحمام وتفضل تاخد الشهر بتاعها ففي يوم الايام البنتي دي دخل تاخد الشهر حوالي ساعة 12 ونص بالليل واخدها معا الموبايل ومشغل اغاني امها قالت لها يا بنتي بلاش تدخلي في الحمام ومعاك الاغاني دلوقتي الوقتي متأخر صدقيني احنا مش لوحدنا في الدنيا قالت لها يوه ورحبت على الصبع على امها وقعدت تشتم برضي نفس الشتامي يا ولد الكلب بحد يطلع لي محدش قدر يعمل لي حاجة وفعلا دخلت قفرت على نفسها وشغلت الأغاني في الموبايل امها راحت تحضر العاشة ورحبت لها وقعدت لها جائزة الأكل يلا عشان جعانة قدت لها مالك يا بيت بتتكلمك ده ليه يلا بقولك عشان جعانة وشغلت في أمها وما رحطتش في دماغها وحضرت لعاشة خالص كل حاجة تمامه زي الفل بس وها معديها عند الحمام لات الحمام في دخين حاجة عامل زي الشبورة وبص في الأرض الموبايل مكسور ومرأة الحمام مكسورة جاتت وبص وراها بتقول لها ايه اللي حصل ايه اللي كسلك وبايلك رد عليها بيت ورعت شغطة فيها الصوت الجميل بقى صوت تاني خالص وشكل بنتها اللي كانت داخلة ولابسة بقى القط وفرحانة وبتغني وترقص بقى توحة تاني خالص شكل تاني انت ما نفعش تشوفه أصلا واتمنى ان محدش فيكو يشوفش الأشكال دي هتروحوا في داية شافت دي وحدة طويلة ورفيعة شعرها طويلة حاد ضهرها بعد ضهرها كمان رجليها طويلة ورفيعة عام زي رجل حيوانات وإيدها طويلة ولها حوفر طويلة وده أنا أبو الطول حتى عينيها وشوق أبو الطول قدت لها كويس دلوقتي انك سألت على بنتك ليه معرفتش تربيها دلوقتي دواري بقى عليها واكدين تعريفتها تبقى فين الأم الصدمة طلعت تجري وقعد تصوت الحقوني 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 والناس تلمت وقدت تخش ما لقيتش أي حاجة خلص غير الموبايل مكسور والحمام ولا كأن في أي حاجة هو فعل المراية مكسورة بس المشكلة الأكتر ندورها على البنت كتير قوي لحد دلوقتي مش لقين البنت دي ولا عارفين يركحوها فين حتى لما بيروحوا للشيوخ وروحوا الدجالين مش عارفين أصلا يوصلوا لبنت ويوم ما بيحضروا بيحضروا شياطين الدجال نفسه ما يقدرش يقفه قدامه ما ييد ركبا ييد قوة انت كأنس مهما وصلت لكوتك عمرك ما تعرف تحريبه خليك في حالك عشان كده بقولي السيادتك نصيحة بلاش تقع في نفس الأخطاء دي الموقف الثاني جماعة شاب كان صهران مع أصحابه ومروحها لساعة واحدة ونص اتنين بالليل فقابل واحد بيقوله من فضلك ماكش ولعها وعمال يقوله طب لحظة واحد يا عمات ولعها الشاب يا طب خلاص حاضر تفضل فاتنش اخط فيه قاله انت ليه بطيق كده قاله يا تكنينا وانت شبه العفرين ليولي ان الشاب قال الكلمة دي قلت انا راح بديله قلم ولحد الوقتي الشاب ده قاعد مشلول ولف كتير على الدكاترة ولف كتير على الشيوخ لما ظهر لهم ظهر لهم واحد من أنواع الجن قاله اللي انا بطلب منه ولاعة قال لي يا تكنينا وانت شبه العفرين دي عندنا اشتيمة لان كل نوع والرطبة والعفرين دي رطبة والدين رطبة تانية خالص معنا موقف تالت الموقف دي بتحصل بجد يمكن هراك ما تصدقهاش بس الاسف دي من الناس موجودة فعلا وهي اللي بتحكينا الموقف دي الموقف الطالب بيقول كانت في واحد جزار الجزار بيقول في واحد صغنون حلو راجل بس احنا بنسمه كزم بس هو ما كان شو راجل بناء ادم فرح قال له هات حاجة لله الجزار برضه شي يديه قال لي عم تكن على الله قال له طب بص انا معال خمسين جنيه دي خدها وقاتل اي حيطة لحمة كلها الجزار فضل يتريق وفضل يضحك على الراجل قال له معاك خمسين جنيه بحالها يا راجل يا شحات وقعد يشتم في الراجل جزار نده الصابي بتاعه واللي اتنين فضلوا يتريق على الراجل ده وفضلوا يشتموا فيه شحات يا غالبان اطلع برا يا ابني كذا يا ابني كذا طبعا الجزار بص ما لقاش الراجل ده اختفى بخر نخف الارض واختفى الجزار كان حيوجود من كتر الرهب بس مش ده المرعب خالص ما كملش دقيق بالزبط الجزار قاعد في المحل بص القاش فاغت اللحمة اللي متعلقها سرقت واحد جن طلع اللي واحد في المحل كان جعان كنت تديله اي حاج كان حيرضب اي حاج حتى قال له خد اللي معايا وهاتلي مارضاش قاعد اشتم فيه كان جعان سرق الفخدة كلها وراح جاي ماشي ودور عليها انت بقى المواقف دي ناس بيحكوها حاجات بتحصل بجد طبعا حضراتكو بقى متخيلين زي كل الناس ما بتحكي قروا بناس تصوت ناس يسقع بالصوت وناس مالبوسة وناس مأزية في ناس كتير قاعدها مشاكل بس عالم الجن بس زي ما حدرك تصور لو بيطلع في افلام السينما بقى والشعر المنقوش والسويت لا 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 عالم تاني خالص العالم اللي بجد نبقى عندك المشكلة اللي بتحصل وانت عارف ايه اللي بيحصل لك وانت اصلا مستكبر تقول او تعترف ان انت وقعت في مشكلة ما عالم ده عالم ده حقيقي زي ما انت لك دنيتك هو لدنيته بلاش تيجي على دنيت حد زي ما انت متحبش حد يجي عليك عالم الجن مش زي ما انت فاكر خالص صويت ويا لاهو ويلحقول ونصبه بطير ولا لا مش الكلام ده خالص هتقذيهم هيقذوك في منهم المؤذي اللي هو اصلا ما بيأذي حد الموت خلي بالك عالم تاني خالص انت في خلانه استنونا وحكاوه جديدة حكاوه بجد ومغامرات بجد سواء ملاقف او كصص بتحصل للناس من قلب الشارع استنونا مع قناتكو قناة قصاص همات السلام عليكم اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى موسيقى